الشمري ونسويد منهم دائماً في شغلات في الساحة الرياضية ويسمعها ويشوفها وقريب لها ينورني فيها بالتالي أنا أمسي عليه وأقول لي أعطيك العافية عزيز حمادة وعلى الشبور على التعب لماذا ما تعمل محمد شعيل؟ أي شعيل؟ ممسجل ممسجل ما أنا واحد سألني السؤال والله قال لي قال لي بالفاصل تكلمني قال لي سألني لماذا ما تسجل؟ أوك ما تلعبه؟ لماذا ما تسجل؟ لماذا ما تلعبه؟ ما تبي ممحتاجه لا لعب لا مسجل لعب 30 لاعب وين عم محمد شعيل؟ ويزاي بونواف 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 طفل حلاغة ببصر تقول أن أمت المعلت الحلاغة ببصر أو حلاغة ببصر حلاغة ببصر أي أحلة تنقال؟ لا لا عزيزه ما شاء الله بالعطور ترى يعرف كل شيء أحب ذكرته طبعا أنا لا أدعب أدعب السوق ولم أدعب لرحت مع سكر قعدت في المعسكر وقعدت في الفندق ما أتطلع و عزيزي يحب يروح يشتري دره ريع و اشتري عطوراتي والله العظيم ما يقعد مكان واحده و احمد دشتي لكن اليوم نزلنا المطار اذكر مطار دبي استراحتنا في مطارات عطيتها 500 دلال قلت له عزيزي يا معود فلان 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 ازوجتي و عيالي اخذ لي عطورات انت تعرف كل يوم تحب لك البار في ممان شون هالاسماء هذي انا ما عرف هالاسماء هذي عادي هو شرالي هالعطورات هذي وهو عنده ذوق واللي عنده ذوق اكثر حمين موسى حمين موسى شيطان عنده السؤال فهذه لا نعطي فلوس حق عبد الرحمن موسى عموما ابو نواف انا شكري لك لتلبية الدعوة امانتين و احرجنا صراحة و ما رديتنا فكل الشكر لك والله يعطيك لهافة موفق ان شاء الله و منها لعلى يا ابو نواف طبعا انا شكرا اشكر ملعب الوطن اشكر العم بو يوسف هذا التحفة في هذا المكان و دائما انا دائما يعني بو يوسف لخدمات في اللي محمد ابراهيم و اللي لاعبين الكويت كلهم و يا حلوك يا بو يوسف شكرا لك عم بو يوسف ان شاء الله والله انا من بعد الحينة مشتنا لك طلال برجس طلال برجس موسهل رياي من اب والاب كان يعمل في الاعلام معانا ايامنا رجل عطي طولة العمر معانا فطلال برجس حساس و فنان و ذويق في اختيار الحديد كل الاشياء اللي بنشوفه على الشاشة و نشتغل لك على الاخترال برجس شكرا لك يا عم بو يوسف و شكرا لك جماعة و شكرا لك حسين و لا ننسى نشكر ايضا معديننا امانة بندر سيمان و صلاح جاسم ايضا لهم دور و الشباب كلهم صراحة كلهم الله يعطيهم العافية وصلنا لختام نلقاكم باتشر ان شاء الله عندنا حلقة ايضا سيناقش فيها العديد من القضايا راح يكون ضيوفنا ان شاء الله خالد عدواني و احسين المتشيمي و فيه 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 اتصالات مع الاخ فيصل جزاف ان شاء الله يعني يوافق و يكون موجود معان نباتر للحديث حول قرار الهيئة هذا اذا وافق بطلال احنا كلمنا و اللي علينا نسوي عموما وصلنا لختام الى اللقاء